هذا المقال يتحدث عن كيفية التي سترد بها إسرائيل على الهجوم الإيراني انتشرت العديد من التقارير حول رد إسرائيل على هجوم السواريخ الباليستية الإيراني في الأول من أكتوبر العديد من التقارير حول رد إسرائيل كيف سيكون رد إسرائيل أعزت تعني بخصوص كذا حول كذا ماذا سيكون رد إسرائيل والرد هنا هو رسپونس رسپونس سيكون على الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية missile attack هجوم بالصواريخ باليستيك الباليستيكية on the first of October the fact that it has yet to happen does not mean that it won't حقيقة أنه لم يحدث بعد لا تعني أنه لن يحدث the fact that it has yet to happen it has yet to happen أنه لم يحدث بعد it has yet to happen لم يحدث بعد لاحظ نستخدم الفعل to have مع yet والفعل الذي نريد أن نقول مثلا it has yet to happen لم يحدث بعد it has yet to be seen لم يرى بعد does not mean لا يعني does not mean that it won't أنه لن يحدث that it won't in April Iran waited 12 days after Israel's airstrike on its consulate in Damascus before launching 300 drones and missiles at Israel في أبريل انتظرت إيران 12 يوما بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على قنصليتها في دمشق قبل إطلاق 300 طائر مصيرة وساروخ على إسرائيل in April إيران waited 12 days انتظرت 12 يوما after Israel's airstrike بعد الغارة الجوية الإسرائيلية on its consulate على قنصليتها consulate نفس الكلمة in Damascus before launching 300 drones قبل إطلاق 300 طائرة مسيرا before launching before launching اطلاق 300 drones and missiles at Israel صواريخ على إسرائيل for Israel and its Allah and its US ally there are pros and cons for every target set in إيران بالنسبة لإسرائيل وحليفها الأمريكي هناك إيجابيات وصلبيات لكل هدف محدد في إيران for Israel and its US ally ally هو حليف ally ally there are pros and cons هناك إيجابيات وصلبيات pros and cons pros and cons إيجابيات وصلبيات لكل هدف for every target set in Iran محدد في إيران missile bases and هذا هو الهدف الأول missile bases these are the most obvious military target as Israel will want to degrade as much as possible إيران's ability to hit back in a counter strike قواعد الصواريخ هذه هي الأهدف العسكري الأكثر وضوحا حيث تريد إسرائيل إضعاف قدرة إيران على الرد بقدر الإمكان في ضربة مضادة these are the most obvious the most obvious الأكثر وضوحا military target يعني الهدف العسكري الأكثر وضوحا as Israel حيث تريد إيران as Israel will want will want to degrade to degrade إضعاف degrade as much as possible بقدر الإمكان as much as possible بقدر الإمكان إيران's ability to hit back قدرة إيران على الرد hit back hit يضرب back يعني يرد ضربة وهي رد على ضربة أخرى in a counter strike في ضربة مضادة counter strike hitting these would largely avoid civilian casualties or any economic pain to the population للمدنيين oil and economic infrastructure يعني الطربة الثالثة أو الاحتمال الثالثة هو البنية التحتية للنفط والاقتصاد oil and economic infrastructure this would hit إيران's revolutionary guard score in the pocket damaging its ability to fund its proxies and its weapons procurement يعني سيؤدي ذلك إلى ضرب الحرص الثالثة الإيران ماليا this would hit إيران's revolutionary guard score in the pocket in the pocket في الجيب سيضربهم في الجيب يعني ماليا مما سيضر بقدرته على تمويل وكلائه proxies damaging its ability to fund its proxies and damaging مضر مما سيضر بقدرته على تمويل ability to fund its proxies proxies هي الوكالاء proxies هنا يعني الحرثيين وحزب الله and its weapons procurement وقدرته على شراء الأسلحة weapons أسلحة procurement الشراء procurement الشراء أو الحصول على the action of obtaining or procuring something procurement 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 الحصول على شيء ما دائما إذا أردتم الحصول على معنى كلمة معينة يكفي أن تذهب إلى google وتكتب define define متبوعة ب procurement define procurement وسيعطيكم المعنى وكذلك بعض الأمثلة وهنا سيعطيكم graph مبيانا لاستخدام هذه الكلمة عبر الزمن فكما تلاحظون هنا في سنة 1800 لم تكن تستخدم كثيرا لكن بعد اقترب من 1950 حوالي ربما 1930 ازداد استخدامها حتى وصل في ربما 1970 إلى قمة أوج الاستخدام ثم بدأ ينقص مع الزمن يعطيكم هل هذه الكلمة شائعة أم ليست شائعة وما هو الزمن الذي هي شائعة فيه يمكن كذلك أن تحصل على أصل الكلمة فلأن procurement جاءت من procure procure يحصل على سأكتب define procure لكي أحصل على أصل لأنني لم أحصل على أصل الكلمة عندما كتبت الاسم procurement سأكتب الجذر الذي جاءت منه هو procure وهنا حتما سأحصل على أصلها procure obtain something especially with care or effort سأنزل إذن فحسب هذا المبيان procure جاءت من middle english والتي بدورها جاءت من الفرنسية القديمة old french procure التي جاءت من اللاتينية procurar take care of ومعناها في ذلك الوقت في اللاتينية كان يعني الاعتناء ب أو إدارة شيئ ما ولم تكن تعني يحصل على وفي اللاتينية أصلها كلمتين يعني هي تتكون من البادئة prefix وجذر الفعل البادئة هي pro و curar pro تعني on behalf of نيابة عن c2 تعني يهتم به أو ينظر في شأن شيئ ما إذن فهذا هو المعنى الذي تعنيه وهذا هو الأصل يمكنكم الحصول على هذا المبيان بكتاب define متبوعة بأي كلمة إنجليزية تريدون وستحصلون على هذا المبيان فإذا نظرنا هنا إلى الفعل فهو كذلك كان شائع الاستخدام على عكس procurimentalism كان شائع الاستخدام في سنة 1800 لكن بدأ استخدامه ينخفض لم يعد يستخدم بكثرة كما كان في الماضي ولكن الشيء الذي يجب أن ننتبه إليه هو أن هذا المبيان لا يعطينا استخدام الكلمات في الكلام عندما يدرس الماضي لأن في الماضي سنة 1800 1850 1900 ليست لدينا أرشيف صوتي مسموع فقط أرشيف مكتوب فهو يدرس الكتب والمقالات والجلائل التي كانت مكتوبة لكن حاليا يدرس كل شيء يقوم بتحليل حتى المسموعات مواقع مواقع يوتيوب والأفلام لذلك ربما قد تكون مستخدمة أو لا تكون مستخدمة بنفس القدر الذي أعطانا المبيان هذا رأي صراحة لأنه كما نعلم أن اللغة تتطور والكلمات يزداد استخدامها أو ينقص لكن هذا المبيان لا يمثل الواقع بشكل كبير لأن في الباضي ليست لدينا أرشيف كامل كما هو الحال الآن فنذهب إلى المقال لنكمل قراءته لكن من المحتمل أن تكون هنا أن يكون هناك ضحايا مدنيين وقد يرتفع سعر النفط مؤقتا وهذا ما لا تريده واشنطن هنا يتبين أن واشنطن لا تهتم لا للمدنيين ولا لأي شيء إنما الذي هما هو سعر النفط لأن دلاء حرب بين إيران وإسرائيل يعني أن النفط سيرتفع من المحتمل أن يكون هناك ضحايا مدنيين سعر النفط وتعني كذلك الزيت قد يرتفع مؤقتا سبايك هنا يعني يرتفع مؤقتا 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 فاللغة الفرنسية لدينا كلمة طن هي الوقت إذن فهي جاءت من اللغة الفرنسية وربما جاءت بدورها من اللاتينية مؤقتا هذا هو الإحتمال الخامس الذي ستضربه إسرائيل سيكون هذا تصعيدا استراتيجيا يستهدف شخصيات رئيسية في الحرس الطوري الحرس الطوري هو IRGC والنظام وهو أمر قد يؤدي إلى رد فعل كبير من طهران كلمة ريجيم تنتقوك بهذا النوق الفرنسي ريجيم لا نقول ريجيم إنما ريجيم وهو نظام الحكم نظام السلطة في أي دولة ريجيم ريجيم إذن ليدرشيب القيادة هذا سيكون تصعيدا استراتيجيا 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 استهداف وملاحقة شخصيات شخصيات رئيسية كي هنا تعني رئيسي مهم ذو أهمية كبرى كي فيجرز شخصيات رئيسية في الحرس الطوري IRGC وفي النظام كما تلاحظون فاللغة انجليزية ليست كاللغة الفرنسية دائما تأتي مثلا إذا أردنا أن نقول شخصيات رئيسية تأتي مثلا شخصيات رئيسية في النظام نكتب رئيسية النظام شخصيات رئيسية النظام شخصيات فالجملة تكون مقلوبة على خلاف اللغة العربية لأننا نتعامل هنا مع الرجيم الذي تعني النظام كأجيكتيف لذلك فقط جاءت قبل الإسم something that could trigger الشيء الذي قد يؤدي لي something that could trigger يؤدي لي major retaliation by تهران رد كبير انتقام retaliation إذن فretaliation تعني انتقام أو ثأر retaliation انتقام أو ثأر nuclear sites هذا هو الخيار السادس this would be the riskiest move of all and Washington has made it clear it would not support it المواقع النووية سيكون هذا التحرك الأكثر خطور على الإطلاق وقد أوضحت Washington أنها لن تدعمه nuclear new لاحظوا النطق nuclear sites مواقع النووية this would be the riskiest move of all هذه ستكون التحرك والخطوة الأكثر خطورة على الإطلاق على الإطلاق بالإنجليزية هي of all of all of all of all على الإطلاق this would سيكون the riskiest riskiest الأكثر خطورة and Washington has made it clear Washington أوضحت has made it clear يعني أوضحت has made it clear has made it clear إذا أردت أن تقول بأنك أنت أوضحت شيئا يمكن أن تقول I made it clear I have made it clear it would not support it لن تدعمها لن تدعم هذه الخطوة it would also quite possibly be counterproductive failing to destroy these well protected underground sites but prompting Iran to race towards developing nuclear weapons as a future deterrent يعني كما يمكن أن يكون الأمر غير مجدي حيث فشل في تدمير هذه المواقع المحمية جيدة تحت الأرض قد يدفع إيران إلى الإصراع نحو تطوير أسلحة نووية كرادع مستقبلي it would also quite possibly be counterproductive it would also كما يمكن أن تكون غير مجدية يعني عكس ما هو مراد counterproductive counterproductive ستعطي النتائج عكسية counterproductive failing to destroy these well protected underground sites الفشل في تدمير هذه المواقع تحت الأرض underground underground تحت الأرض المحمية بشكل جيد well protected well protected يعني محمية بشكل جيد but prompting iran to race towards developing nuclear weapons يعني لكن دفع بإيران إلى السباق نحو تطوير أسلحة نووية prompting iran prompting iran الدفع بإيران to race towards السباق نحو الجري نحو race towards developing nuclear weapons تطوير أسلحة نووية as a future deterrent كرادع مستقبلي deterrent تعني رادع رادع مانع عائق deterrent deterrent a thing that discourages or is intended to discourage someone from doing something and الشيء الذي يحبط أو يمنع شخصا من القيام بشيء deterrent 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 future deterrent رادع مستقبلي سأعيد قراءة الفقرة الأخيرة it would also quite possibly be counterproductive failing to destroy these well-protected underground sites but prompting iran to race towards developing nuclear weapons as a future deterrent سأضع رابط المقال تحت الفيديو إلى اللقاء شكرا على المشاهدة